بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين مصر يرك المائة والثمانية من بطاركة الكرسي المرقصي نياحة الابي ابراكيوس نياحة القديس إيلية السائح تكريس كنيسة القديس نيصا إيل السائح في هذا اليوم تعييد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة رئيس الملائكة الجليل رافائيل مفرح القلوب بمدينة القسطنطينية والتي بناها الملك في أودوسيوس بعد أن صنع معه رئيس الملائكة رافائيل معجزات عظيمة وتم تدشينها في مثل هذا اليوم شفاعة رئيس الملائكة الجليل رافائيل تكون معنا آمين وفيه أيضا استشهد القديس برشنوفيوس الراهب في أول عصر دخول العربي مصر أي في منتصف القرن السابع وقد كان مقيما بكنيسة الشهيد مارمينة بفم الخليج بالقاهرة وكان يجاهد في عبادته بقوة ويعمل ميطنيات كثيرة ويصلي صلوات متواترة وحدث أن وشى به أحد الأشرار بأنه سب القضاء فاستحضروه وعذبوه كثيرا وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة 1809 ميلادية تنيح البابا مرقص الثامن البطريارك 108 من بطاركة الكرازة المرقصية ولد ببلدة طمى محافظة سهاج ورباه والده تربية مسيحية وعندما كبر ترهب بدير القديس الأنبى أنطنيوس ثم اختاره البابا يؤنس الثامن عشر ليقيم معه بالدار البطرياركية وبعد نياحة البابا يؤنس الثامن عشر اختير هذا الأب للبطرياركية فاهتم بوعظ الشعب وتعليمه وتثبيته على الإيمان المستقيم وقام بإصلاحات كثيرة في الكنائس والأديرة ورسم عددا من الآباء الأساقفة منهم الأنبى ماكريوس مطرانا للحبشة واشتهر هذا البابا بعمل الخير والإحسان وكان مداوما على النسك بصيطا في مأكله وملبسه وهو الذي نقل الدار البطرياركية من حارة الروم إلى الكنيسة المرقصية الكبرى التي قام بتكريسها بالأسبكية سنة 1801 ميلادي وكان محبا للتسبيح ويتمتع بموهبة تأليف المدائح وما زالت الكنيسة تردد قطع عشيات أحدك يهكا التي وضعها ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا تنيح القديس براكيوس وهو من أهل الصعيد ترهب بأحد الأديرة وعمره عشرون عاما وجاهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطان من محاربته له وظهر له قائلا لا يزال باقيا لك في العالم خمسون سنة أخرى فأشفق على نفسك وكان يقصد بذلك أن يلقيه في التواني والكسل فأجابه الشيخ الحكيم قائلة لقد أحزنتني لأني كنت أظن أني سأعيش مائة سنة أخرى ولهذا فقد توانيت فإذا كان الأمر كذلك فيجب علي أن أجاهد كثيرا قبل الموت وبذلك تغلب على الشيطان وحيى له الخبيثة وفي نفس السنة تنيح بسلام بعدما أقام في العبادة مدة سبعين سنة بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا تنيح القديس إليا السائح بجبل سمهود وقد ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين بنواحي الفيوم وكانا يصنعان وليمة في عيد إليشع النبي سنوية فكانا ينظران إليا النبي وإليشع تلميذه ولم يكن لهما ولد وقد تقدما في الأيام فأرسل لهما الرب رئيس الملائكة ميخائيل وقال لهما إن الرب قد قبل طلبتكما وصدقاتكما وسيعطيكم ابنى تسميانه إليا ويكون عظيما ويسكن البراري ففرحا وشكرا الله على البشارة وازدادا في أعمال الخير والإحسان ولما ولد الطفل سمياه إليا وصنعا وليمة عظيمة للفقراء وربيه تربية مسيحية حقيقية وعندما كبر ناميا في الفضيلة اشتاق للحياة الرهبانية فذهب إلى دير الأنباب هوم بحاجر إدفو بمحافظة أسوان بالصعيد الأعلى وهناك لبس إسكيم الرهبانة ثم صعد إلى جبل شامة وأقام فيه سنتين وبعد أن انتقل إلى عدة أماكن استقر في جبل سمهود وبعد جهاد طويل تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا تذكار تكريسي كنيسة القديس ميصا إلى السائح بدير القديس الأنبى صموئيل المعترف بجبل القلمون ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين غنيين ولما بلغ السادسة من عمره تنيح والداه فاهتم الأب الأسقف بتربيته ولما كبر اشتاق إلى الرهبانة فذهب إلى الأنبى إسحاق رئيس الدير وعرفه بنفسه وطلب منه أن يقبله راهبا في الدير فقبله فرحة وألبسه إسكيم الرهبانة المقدس فانفرد في عبادة ونسك وبعد قليل جاء الآباء السواح وأخذوه معهم وبعد مدة جاء القديس ميصائل مع مجموعة من السواح إلى الأنبى إسحاق وقال له اذهب إلى أسقف بلدتي وأعلمه بخبري وخذ منه مال أبي وشيب به كنيسة على اسمي ففعل الأنبى إسحاق كما قال له وبناء الكنيسة وبينما كان الأبو الأسقف يكرسها في مثل هذا اليوم حضر الأنبى ميصائل والآباء السواح صلاة التكريس بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدية آمين دفنار اليوم الثالثة عشر من شهر كيهكا المبارك سشهاد القديس برشنوفيوس كريم جدا أمام الرب موت أصفيائه الذين أرضوه كما قال المرتل داود النبي ملك إسرائيل فهذا الشرح الروحاني كمل على هذا الشهيد برشنوفيوس لأنه كان أولا راهبا في كنيسة الزهرة بين مصر والقاهرة أن إنسانا شريرا شهد عليه أمام القضاء أنه شتم فعوقب هذا الرجل أياما كثيرة وأعيد إلى السجن ثم وعدوه بمواعيد وكرامات لكي يصير مسلما فلم يهتم بوعودهم بل بالأكثر كان ثابتا وأخيرا نزعت رأسه وحرق جسده على أحد الكيمان ونال إكليل الشهادة وورث مع جميع القديسين الملكوت السمائية بصلواته يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا وفي هذا اليوم تذكار نياحة القديس أبراكيوس الراهب فلنسبح مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ونقص كرامة هذا القديس العظيم الأنباء براكيوس هذا الصديق صار راهبا كاملا بأحد أديرة صعيد مصر عظيمة هي فضائله وجهاداته الكثيرة أما صلواته وأصوامه فمن يقدر أن يحصيها من أجل نسكه المتعب وكثرة أسهاره وميطنياته التي صنعها في النهار والليل فلما تضايق إبليس من هذه الفضائل الكاملة ظهر له علانية وتكلم معه قائلا لما تتعب نفسك في هذه الأعمال النسكية وقد بقي من حياتك خمسون سنة فأجابه البار بتنهذ عظيم قائلا لقد أحزنتني أنا كنت أظن حياتي تزيد عن المائة سنة وإن كان الأمر كحسب قولك فلنجاهد لأن زماني قد قرب لعل الله يرحمني وكان العذو المضل قد أضمر هذا بمكر لكي يترك الأعمال التي لله فأقم مدة سنة من الزمان في جهاد شاق وتنيح بسلام من الله أطلب من الرب عنا ترجمة نانسي قنقر